بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة الثالثة وهي بعنوان توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن هناك أمور تساهم في زيادة الاهتمام بموضوع توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن وهي اختلاف حصص الشركاء في رأس المال في بعض الأحيان والأمر الثاني قد يعمل أحد الشركاء في الشركة بينما الآخر أو الآخرون لا يعملون بها هذه الأمور أدت إلى أن يتفق الشركاء على طريقة لتوزيع الأرباح والخسائر ولنظام الشركات لم يقيد الشركاء في تحديد طريقة توزيع الأرباح والخسائر فقد يتفق الشركاء على توزيع الأرباح والخسائر حسب نسبة متفق عليها أو توزيع الأرباح والخسائر بعد احتساب فوائد على رأس المال أو توزيع الأرباح والخسائر بعد احتساب راتب الشريك العامل ونظام الشركات أكد على نقطتين هما أنه لا يجوز حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو يعفاء أحد الشركاء من الخسائر النقطة الثانية إذا أهمل الشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح والخسائر فإنها توزع حسب نصيب الشركاء في رأس المال ترجمة نانسي قنقر